اطلع وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس على سير العمل بمشاريع تأهيل الجزيرة الوسطية الواقعة بين مدريتي الشيخ عثمان وخورمكسر والممتدة من دوار سوزوكي بمحاذاة طريق المملاح أصولا لمدخل النيابة العامة والإصدار الآلي وممشى الممدارة بمدرية الشيخ عثمان ومشروع البحيرة المائية بمدرية خورمكسر واستمع وزير الدولة محافظ عدن ومعه مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس قاد راشد ومدير عام مدرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية إلى شرح مفصل عن سير العمل بمشاريع التحسين الجاري تنفيذها وما تتضمنه من ملحقات ومستوى الإنجاز وأكد الوزير لملس استمرار السلطة المحلية بعدن العمل بمشاريع تحسين المدينة وإبراز وجه الجمالي والحضاري مشددا على ضرورة رفع وطيرة أعمال التشجير وإنشاء المتنفسات العامة والجزر الوسطية وتنفيذ المشاريع وفق المواصفات والوقت الزمني المتفاق عليه